اشتركوا في القناة الاجتماعي الاهلي في مملكة البحرين وذلك ضمن عدد من الشخصيات الرائدة التي تم تكريمها نظير جهودها الكبيرة والمؤثرة في هذا المجال الهام بدول مجلس التعاون الخليجي وباركت قرينة العاهل هذا التكريم الخليجي رفع المستوى الذي يأتي مؤكدا على ما تبدله سمو الشيخ حصة من سعي مخلص وعمل جاد وبنتائج مؤثرة في مجال العمل التطوعي وخالصت بالذكر هنا اسهاماتها اللافتة على صعيد تنمية وعي مهارات وقدرات الشباب البحريني في مجال ريادة الأعمال وذلك في نطاق إدارة سمو الشيخ حصة وقيادتها المتميزة لمؤسسة إنجاز البحرين الرائدة فيما تقدمه على المستوى الوطني كما أشهدت سموها حفظها الله بما تقدمه سمو الشيخ حصة من خبرة نوعية وثرية لمسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال عضويتها فيه الأمر الذي يسهمه بكل وضوح في الارتقاء بما يسعله المجلس لنهوض المرأة البحرينية واستدامة تقدمها وفي ختم البرقية كررت سموها خالصة تهني لإسم الشيخ حصة معربة عن أصدق الأمنيات لها بدوام التوفيق والسداد لمسعاها المبارك في خدمة هذا الوطن العزيز ترجمة نانسي قنقر